انتشار النفاية والمفارغ العشوائية بات اليوم من المشاهد المزرية التي تؤرق سكان ولاية عنابة الأمر الذي استدعى تدخول المصالح المختصة لوضع مخطط ومشروع متكامل للحد من هذه الظاهرة والحفاظ على بيئة الولاية احنا اتصلنا بمصالح البلدية بالتنسيق معها ومع صالح الولاية كذلك لإزالة هذه المفرغة من وسط تنمية اهتمامات المواطن نحو القيام الفاضلة وتنمية ونشر ثقافة الاهتمام بنظافة البيئة هو البرنامج الذي عملت من أجله ذات المصالح وبمساهمة جمعية حماية البيئة بدنا في العملية منذ صباح البكر يعني منذ الثمانية تاعة صباح والعملية راه متواصلة نحيحنا من أجل نظافة المحيط طولا واحترام للمجتمع تانا احترام للمواطن نخليه واش يعيش في هكذا الدولة كما هذه هذا العادة رب إن شاء الله نخليها تستمر على الظواهر لتشوه المحيط الموجود فيه في ولاية عنا المواطنون من جهتهم استحسنوا عملية التنظيف على أن يستغل المكان كمساحات خضراء في المستقبل القريب الحمد لله اليوم هذا المكان كان خطر ركبين لنا الحمد لله اليوم راح يتنحع لنا هذا المكان هذا بإذن الله راح نسيجوه راح نردوه أن يسيجوه مدى بي الناس يعني بكل احترام لشعب الجزائري مدى بينا شوية تزيرة تعني تكون شوية مضيفة على الأقل كل القومة ما تكون في بلاصتها وتكون في وقت معي هي عملية تهدف بالدرجة الأولى إلى تنظيف المحيط من القادرة المتراكمة وتهيئة المواطن للإقامة في ظروف بيئية ملائمة على أن تمس العملية لاحقا مختلفة أحياء الولاية